طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة لون كلاسيك تيرا كلاسيك برانك تقريبا 32 بسعر 2 بليون طبعا قلت شوي بوليوم يومي بليون و 200 مليون طبعا أحد أسباب منخفاض العملة اللي هو خبر الحرق اللي صار اللي صدر من قبل بايننس بايننس قالت نحن راح نأخر حتى عشرين الشهر فهذا أدى إلى نزول عملية التداول في العملة وقل وخلى ثقة الناس تقل وخلاهم يسحبون فلوسهم فهذه أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض العملة وغير هذا التصحيح يعني في تصحيح أوكي ما اختلفنا بس زاد الشي سبت الهلع اللي سببوه بايننس حاليا بنتكلم العملة كيف رايحة العملة يا طويلين العمر والسلامة حطتنا شكل الكتفين والرأس بس هذا الشكل طبعا هني وقف في حال أن تد كان بيكون شيء حلو بس صار كسر للمنطقة نراويكم مثال على هذا الشيء هنا نفس النظام هذا استوى كسر نجح بس الناس طبعا الناس كانت كلها تبقى أنه يفشل بس ما فشل فتحليل الحالة هذي النموذج هذا أعطانا اللي هو تحليل الكتفين والرأس فالعملة حاليا بنقول كيف رايحة نحظة بس نمسح يعني النزول اللي صار بعد هذا تقريبا تصحيح الحين توقع العملة بتمشي تصحيح تصحيح بتعطيني ممكن طلوع بترد تعطيني نزول شذي 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 لين السب منطقة السب وعشرين ثلاث وعشرين هذه منطقة الطلب اللي كانت فيها قبل الانطلاق السابق كانت هنا في هذه المنطقة فهذه منطقة الطلب قوية جدا فتوقع ان شاء الله بيكون في ارتداد من هذه المنطقة الى مناطق ابعد عن المناطق اللي موصل لها تذينكم خلصنا يعطيكم العافية